يقبل سياح في مصر على شراء السجاد المصنوع يدويا والذي تشتهر بصناعته قرية الحرانية القريبة من أهرامات الجيزة ويجد الفلاحون في مشاغل الحياكة موردا إضافيا للرزق الحرانية قرية تبعد 15 كم جنوب أهرام الجيزة وقد عرفت منذ القدم كأول مكان للحرف اليدوية في مصر على مر التاريخ أنامل عصامية تنسج خيوط جزء من تراث بلد عرف بالعراقة سيدات في منتصف العمر يجنين قوت يومهن وأطفالهن من حياكة السجاد الذي يعرض على السياح في المرافق الأثرية قطاع صناعي يستقطب غالبا شريحة المزارعين في المجتمع المصري وهؤلاء كغالبية أفراد شعب الكنانة حريصون على توفير مورد رزق إضافي جل النساء والرجال في هذا المكان نشأوا فيه وترعرعوا منذ نعومة أظافرهم أشتغل فيها وأنا عندي ثمان سنين وأنا نسة صغيرة جوزت ولما خلفت عيالي كبروا وأنا ما كنتش بشتغل بها الفترة بتاعة الجوز لما العيال كبرت وبقت فيه مسؤولية تريت أن أرجع الشغل وأساعد عيالي من تاني حرفيات يدوية وأخرى مختلفة منتجات موغلة في تاريخ غابر ضارب في الأصالة يقول القرويون هنا إن المصريين القدمات هم المعلمون الأوائل الذين سطروا الخطوط العريضة لهذه الصناعات العائلات الفقيرة في الحرانية ترسل أبنائها إلى مشاغل كهذه ليتعلموا الصنعة وليكسبوا حرفة تعينهم على خوض غمار المستقبل هنا يحيك الفلاحون سجادا عالي الجودة مصنوعا بنسبة 100% من الحرير والصوف نوعية من هذه المنتجات باتت تجد طريقها إلى التصدير وأصبحت تحظى بطلب متزايد في الأسواق الخارجية على مدى أكثر من أربعة عقود اكتسب العاملون في هذا القطاع سمعة حسنة في اختيارهم أجود أنواع الخيوط والمواد الأولية وفي التعامل معها بأيد المهرة كتبت لهذه الحرف اسمها ووضعت الحرانية على خريطة الصناعات السياحية في مصر والعالم منذ أكثر من حوالي 52 سنة كان الفنان الراحل ويسا واصف موجود في الحرانية وهو علم أهالي الحرانية أكثر من 30% في هذا العمل وكان من أجود سجاد موجود في العالم هو سجاد القارة الحرانية وما زال يعترف القائمون على حياكة السجاد اليدوي في مصر بأن منتجاتهم أغلى ثمنا من تلك التي تحيكها المكينات في المصانع وبأن سجادهم يلاقي طريقه أغلب الأحيان إلى بيوت السياح الأجانب القادرين أكثر من غيرهم على تحمل كلفة الشراء التي قد تصل إلى ثمانية ألاف دولار ثمنا للقطعة الواحدة